عقد وزير البترول طارق الملة جلسة مباحثات مع جلين مايز السفير الأسترالي بالقاهرة وذلك لاستعراض الأوضاع الحالية في أسواق البترول والغاز في ظل التحديات الراهنة فضلا عن استعراض جود التحول الطاقي واستعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ كوب 27 هذا وقد أكد الملة خلال اللقاء أن ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والغاز قد شجع الشركات العالمية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وذلك بهدف تحقيق اكتشافات جديدة خاصة في ظل التعافي العالمي من جائحة كورونا هذا بالإضافة إلى أنه يتم حاليا تكثيف عمليات البحث عن الذهب والاستعداد لبدء الانتاج التجريبي من كشف الجبل يقاتل الذهب في جنوب مصر خلال الفترة المقبلة